في لقائها بعدد من المبلغين عن الفساد وزيرة العدل ليلة جفالة تؤكد على أهمية حماية المبلغين عن الفساد وعلى ضرورة تكريس ذلك على أرض الواقع تبقى لما يقتضي تطبيق القانون وانسجاما مع خيارات الدولة في التصدي لكافة مظاهر الفساد وتلاعب بالمال العام والإذرار بالمصلحة الوطنية العليا وعرض هؤلاء المبلغين وفق بلاغا للوزارة جملة من الصعوبات التي يواجهونها بسبب قيامهم بالإبلاغ عن ممارسات مثلت ضربا من ضروب الفساد والإذرار بالمصلحة الوطنية والمال العام في عدد من القطاعات وطالبوا بتطوير الإطار القانوني بخصوص حماية المبلغين وفي هذا الجانب اعتبرت الوزيرة أن مسار مكافحة الفساد ونهب المال العام هو جزء من حرب التحرير الوطني التي أكد عليها رئيس الجمهورية قاسي سعيد في مناسبات عديدة